السلام عليكم. إذن نحاول في هذا الفيديو ندروا تسرح 815 صفحة 121 من كتاب المصار الثانية إيداد. إذن 815 سيقول أبسي مثلث متساوي الساقين في أ. يوجه منتصف القطعتين أب و أس على التوالي. أول حاجة نرسم مثلث متساوي الساقين. نحاول أن نرسم الشكل. نحاول أن نرسم ثلاث متساوي الساقين. نحاول أن نستعمل الأذوات. نحاول أن نرسم البركار. نحاول أن نأخذ نأخذ فتحة. و لكن نحاول أن نحافظ على ذلك. نحاول أن نتفادئ أن تكون هذه الفتحة الدقة التي لا تأتي إلى متساوي العضل. نحاول أن نأخذ هذه. و collide. نحاول أن نجد ما نرسم هنا قوضي لأظل زرزاني حتى نرسم الشكل. نحاول أن نجد نفسي أفضل. هذا هو مثلث متساوي الساقين في أ. نقطة A هذه هي A B C المطلوب على الثاني نرسمه اي منتصف القطعة A B إذن كي نرسم اي منتصف القطعة سنأخذ واحد الفتحة كثير من النصف سنأخذ النقطة B سنضع قوس هنا سنضع قوس هنا سنضع قوس سنضع نقطة A سنضع قوس سنضع نقطة A سنضع قوس وهنا سنضع قوس إذن هذا المساقيم سنضع نقطة A وبالتالي هذه هي النقطة هذه هي المنتصف سنضع قوس سنضع قوس سنضع قوس سنضع نقطة A سنضع بنفس الطريقة سنستعمل نقطة هذه النقطة سنحفظ على نقطة A سنضع قوس سنضع قوس سنضع قوس سنضع نقطة A سنضع قوس سنضع قوس ثم سنضع قوس سنضع قوس سنضع قوس سنضع قوس هذا المساقيم سنضع قوس سنضع قوس هذا هو المساقيم جيد يجب أن 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 يجب كيف تريد أن تكون نحن نعرف كل نقطة تنتمي إلى واسطة قطعة تبعد بنفس المسافة عن طرف هذه القطعة مثلا إذا كانت ب بريم ومثلة ب بالنسبة المستقيم إجادة النقطة ستكون تبعد بنفس المسافة عن ب ب بريم إذا ما سنقوم بإمكاننا؟ سنحسب المسافة هنا وسنضع هنا واحد القوس سنقوم بإمكاننا سنحسب المسافة من هنا إلى هنا وسنضع هنا قوس إذا هذه هي النقطة ب بريم سنسميها ب بريم هذا نستطيع أن نأخذ هنا أي واحدة يعني نأخذ واحدة هنا هذه هي الطريقة البركة نستعمل هذه النسبة ما نعرف في وسط القطعة؟ يجب أن يكون عامودي سنرسم العامودي على المستقيم إجادة ويقوم بإمكاننا من نقطة السيء جيدة وسنحسب المسافة من هنا إلى هنا هي التي تكون من هنا إلى هنا هذه هي النقطة مثلا نسميها سيبرين سنرسم مماثل نصف المستقيم مماثل نصف المستقيم ما هي مماثلة مماثلة نقطة بالنسبة للمستقيم إجي المماثلة نقطة مماثلة مماثلة نصف من هنا من نصف المماثلة مماثلة 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 هنا 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 نقطة مماثلة هنا مماثلة شعب نقطة للمماثلة مماثلة يجب أن مماثلة حيث ثم لدينا نسب مستقيم B' مماثل نسب مستقيم B' بالنسبة للمستقيم IG بالنسبة للمستقيم IG صحيح؟ إذا كانت B' مماثل للمستقيم إذن سنقول المستقيم B' إذن B' سيكون مماثل إذا كان هذا المماثل بالنسبة للمستقيم مماثل B' بالنسبة للمستقيم بالنسبة للمستقيم B' فإن إذا كانت المستقيم فإن A' مماثلة A' مماثلة B' بالنسبة بالنسبة للمستقيم بالنسبة للمستقيم بص إذن ستكون للمستقيم A' بالنسبة للمستقيم B' C' صحيح؟ A' بالنسبة للمستقيم B' C' جيد مماثلة A' بالنسبة للمستقيم J' مماثلة صحيح؟ M' هي المماثلة A' بالنسبة للمستقيم J' وبصر المماثلة B' C' و و عندنا وبصر المماثلة B' C' B' بالنسبة للمستقيم J' وبصر مماثلة B' C' بالنسبة للمستقيم J' J' و عندنا A' بالنسبة للمستقيم C' إذا من هذه النتائج للمستقيم ثلاثة فإننا ثلاثة مماثلة مماثلة وهذا بالنسبة للمستقيم J' و عندنا نقطة A' بالنسبة للمستقيم و M' هي المماثلة إذا المماثلة لها بالنسبة للمستقيم C' فإن M ستكون للمستقيم C' مماثلة جيدا إذن نقطة M ستكون للمستقيم C' إذن قبل هذا ستكون للمستقيم بأن مماثلة هذا مماثلة سأحصل لنذهب هذه النتيجة سأقوم بها سأعود للمستقيم إذن كيف سأخبر مماثلة هذا مماثلة إذن أولا يوجد A' B' C' مماثلة للمستقيم إذن عندي هذه الزاوية هذه وهذه الزاوية متقيسة صفحي أنا سأدرى لدينا لدينا أبس مثلث متساوي الساقين متساوي الساقين في أ أوكي متساوي الساقين في أ مزيد إذن ستكون عندي هذه الزاوية وهذه الزاوية متقيسة إذن أ زائد ب زائد قياس الزاوية الس يكون يساوي 180 متقيسة خسنين بي ينبلي هذه الزاوية وهذه الزاوية متقيسة و ب الزاوية ب زاوية ب كتساوي الزاوية س ومنه عندي أ زائد سنعودها ب ب زائد ب كتساوي 180 درجة اوكي وبالتالي وبالتالي أ نقول هنا جوج ب ب جوج ب كتساوي 180 ناقص أ صحيح هذه سألنا مع غمشون دوزو 做 الثانية ماهنا لدينا لدينا متساوي الساقي فإن المسافة A-B تساوي الساقين لأن A-B-C مثلث متساوي الساقين الساقين في A مزيد و-E منتصف E و-J منتصف A-B قطعتين A-B و-C على التوالي إذن ستكون لدي المسافة A-E فتساوي المسافة A-J ومنه A-E-J مثلث متساوي الساقين في A الساقين في A إذا كان عندي متساوي الساقين فهذه الزاوية زائد زائد هنا وأزفها المسافة إذاً إذا إذا هي جوجي ستساوي هي 180 ناقص أ إذا من هذه النتيجة هذه النتيجة واحدة هذه النتيجة جوجي ماذا سنلاحظ؟ سنلاحظ بالله. جوج بك تسوى 180 درجة ناقصة و جوج إك تسوى 180 درجة ناقصة. من واحد واثنان نستنتج أن الزاويتين. جوج بك تساوي جوج إي. إذن ستكون لدي قيس زاوية بي كتساوي الزاوية إي. وآخر. فاذا سنفعنا هذه. نحن بالنبل للزاوية بي كتساوي الزاوية إذن هذه وهادي متقيسين. وحتى هذه مع هذا المتقيسين. وآخر. سنرجع للسابعة. عندنا واحد الطرس كي يقول. إذا كان مستقيمان مختلفان دي و الدبريم يحددان مع قاطع لهما زاويتين متناضرتين متقيستين فإن الدكي وز الدبريم. هذا الشكل. جوج مستقيمات. وعندنا هذه الزاوية وهادي الزاوية كي تسمعوا زاويتين متناضرتين. صافي؟ إذا كانوا هذا متقيسين فإن هذا مع هذا كي يكونوا متوازين. واخف. هي اللي عندنا. لدينا مستقيم إج و بس يحددان مع المستقيم أبي. هذه الزاوية وهادي الزاوية كي تسمعوا زاويتين متناضرتين. زاويتين متناضرتين متقيستين. ومنه رهم متوازين. ونألم. هي تذكر ذي القائد. ونألم أنه إذا كان. ونألم أنه إذا كان. مستقيمان. يحددان. يحددان. مع. قاطع. لهما. مع قاطع لهما. زاويتان متناضرتان متقيستان. زاويتان متناضرتان متقيستان. فإن هذين المستقيمين. متوازيين. 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 صفي؟ متوازين. هذه زاويتان متناضرتان متقيستان. ومنه. سأقول للمستقيم. يجي. يوازي المستقيم بس. صفي؟ يوازي المستقيم بس. صفي؟ هذه زاويتان متناضرتان. القاطع لهما هو أب. إذن. هل ستنفعني هذه. ما زيان. يوازي المستقيم بس. يوازي المستقيم بس. مستقيم. إذن. ما زيان. بما أن. م. مماثلة. مماثلة. هنا. بنسبة. ل. مماثلة. فإن. مماثلة. 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 المماثلة. إيجي عمودي على أم إيجي عمودي على أم سوف نختش واسعة القطعة سوف تكون عندنا ره إذن هذه النتيجة ثلاثة وهذه النتيجة أربعة من ثلاثة واربعة نستنتج أن عندي أم عمودي على إيجي وإيجي وزب بس إذن حتى أم سوف يكون عمودي على بس سوف نحن عمودي على إيجي وهذا كي وزياده وبالتالي يكون عمودي على بس من ثلاثة ونستنتج أن أم عمودي على المستقيم بس عمودي على المستقيم بس إذن شنو عندنا عندنا أم عمودي على المستقيم بس وعندنا أم هذه مثلا نسميها خمسة وهذه ست أم عمودي على المستقيم بس أم ولكن فين سوف يكون مثلا نحن برسم العمودي دينا مستقيم أم إذن ممكن أن أم جهنا هنا ولكن ما لدينا عمودي أم كتنتمي بس إذن فين سوف يكون أم إذن سوف يكون أم إذن سوف يكون أم إرتفاع المثالف أبس إذن سوف يكون أم إرتفاع المثالف أبس سوف يكون أم إرتفاع المثالف أبس وهو واسط القطعة صحيح؟ فإن أم واسط القطعة بس إذن سوف يكون أم منتصف القطعة بس صحيح؟ منتصف القطعة بس ترجمة نانسي قنقر